اشتركوا في القناة وفاطمة ابنته تستره فسلمت عليه فقال من هذه فقلت أنا أمهان بنت أبي طالب فقال مرحبا بأمهان فلما فرغ من غسله قام فصلى ثمان ركعات ملتحفا في ثوب واحد فقلت يا رسول الله زعم ابن أمي علي أنه قاتل رجلا قد أجرته فلان ابن هبيرة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أجرنا من أجرت يا أمهان قالت أمهان وذلك ضحى